وافق مجلس النواب على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأيضا زيادة المعشات كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمد والمشيخ في مجموع مواده جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها منعقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بالموافقة على تفويد هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لثلاثة وعشرين طلبا مقدمة من النواب لاستيضاح السياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا تلا ذلك الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة بيستهدف التعديل المطلوب بعض ضافة العبارات والكلمات اللي هي تحقق سهولة ويسر نعقاد اللجنة الخاصة بسؤون العمد والمشايخ ده أمر بيعزز هذا النظام في القيام بدوره في الريف وفي القرى من أجل الحفاظ على الأمن ومن أجل الاتصال بالمواطنين وأنهم العمد والمشايخ بيقوموا بدور كبير جدا في أنهم حلقة الواصل بين الدولة المركزية وبين المواطنين في مختلف المحافظات كذلك تمت الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات الكطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات مع تأجيل الرأي النهائي إلى جلسة قادمة أشكر معالي الرئيس الجمهورية على توجيهاته بتعجيل هذه العلاوة مع حزب من الإجراءات الحماية الاجتماعية الفورية لتخفيف الأعباء نظراً للأزبات الاقتصادية العالمية عاقب ذلك تمت الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة عن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها مع تأجيل القرار النهائي لجلسة قادمة أهمية مشروع القانون جاءت من المزايا التي تعود على الاقتصاد المصري لأن المشروعات الصناعية القائمة بالفعل بتستفيد من البنية التحتية للدولة المصرية عملتها سواء من طرق أو من مرافق وبالتالي وجب أن تزيد الحصيلة الضريبية اللي بتأتي من القطاع الصناعة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هذا ويواصل المجلس دوره التشريعي والرقابي الهادف لإقرار حزمة من التشريعات التي تدعم مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة